في الكلام ده. نعم. في المستويات آه شوفت مستويات التانية. شوفت فرق بتكسب مثلا فيه وشتر بيكسب بيرابنس. وبعدين يطلع المدير الفام دعوه لتكلم على التحقيق. وبعدين شوفت الاتحاد ماتش كبير جدا مع المصري. يعني عاوز اقولك توقيتها كويس في ظل الظروف. يعني الفكرة كويسة. بس احنا عاوزين ايه? نتكلم في كل حاجة مرة واحدة. يعني مش عاوزين ننتظر لسه دي تجربة ومهمة جدا. كانت المفروض الهدف فيها بأمانة شديدة. طبعا انك انت تشرك اكبر قدر من الناشئين. يعني تشوف اللي عندك. وفي ناس كل واحد. كل واحد عنده ايه? تفكيره كجهاز فني. الاسماعيني النهاردة عمل من المباراة تحت نهاردة قضية كبيرة جدا. يعني قضية وشكوة وتهديد بالانسحاب وكلام كأنه عم يصن يعني. يعني امر ايه? لا ده لعب بقى الوطر على وطر الجماهير وده يعني تجارة تجارتكم ردت اليكم. يعني هو نفس الاسلوب يا كابتن اسلام برضو ما هو عاوز اقول لك ايه? انت برضو هستعمل مع المنطق والبقى. لو الكلام ده مع فرقة تاني مش تعمل الكلام ده. لكن طبعا مع الاهلي بحسابات المختلف والتصرف. كان هو المفروض يطلع يستنكر العمل الجمهوري اللي كان موجود في المدرك برضو. النهاردة القلة اللي حضرت دي. برضو بطالب المسؤولين عن كسر ربط يا جماعة. موقفكم ايه من السباب والشتاء اللي كانت مستمر على دماندار المباراة برضو. مزبوط طبعا وكسر ربط. اللي انا فهموا ان في حاجة عشان كده مش عايز اتكلف في الموضوع كتير. ان اللي انا عارفوا ان فيه قرار حيتم اتخاذه خلال الفترة. لكننا ما نشوف القرار حيطلع ايه. لكن في نفس الوقت برضو مجموعة الجماهير او المجموعة اللي موجودة دي. لا تمثل جمهور النادي الاسماعيلي كله. عشان نبقى برضو واضحين في كلامنا. لا انا انا بنتكلم عن المجموعة عن كتة الضوابط يا جماعة. انا بنقول ايه. انت اوس رجح. اه الجمهور. هل ده منطقة. يعني بنقول خليك في فرقتك. خليك في تشجيع. يعني بص الدنيا كلها الجمهور رجع. خلاص المشهد واضح. ايه ايه الهدف انك انت رايح مباراة وتستهدف فريق اخر. والكلام ده لو حصل من الجمهورنا ده. من القلة لو حصل من الجمهورنا بيطوالب انه هما يتعاقل. لو حصل اي خروج. ليه يا جماعة. اما احنا عاوزين نطلع بره ونطلع قدام. والاختر كمان قرار مجلس الادارة او البيان. البيان يعني. البيان مش بفهم برده. اللي انا تحفظ عليه. ده بان انت من اللي يصدر. من اللي يعمل بيانة. على حكم. الفرد استدعاء في القرار. المواضح صريح بيقول له تعالى خذ القرار. احنا سمين خلاص. اما هو استدعاءك ليه. استدعاءك من البروتوكولة هو يقول لك تعالى بص على الحالة. انت تبص تعمل نفسك مش شايف. وبعدين ما تيجي تحس بضربة جزاء. تقول لي اصو دربة جزاء فيها مجاملة. يعني عاوز اقول ليه. عاوزين نطلع من دايلة في حاجة يا جامعة الاسلام. اذا ما تبنشي على قاعد والتحاضر الكرة الجديد. انا بقى طلبه ان يسلم لجنة الحكام للربطة. خلاص. وهنا الربطة تتولى المسؤولية خلاص. هي ادارة ايه. المسألة بالكامل. وهنا في الحالة دي انت بتفتح سؤال. بأمانة شديدة التحكيم في مصر. محتاج تطوير. اه محتاج تطوير. محتاج شغل كتير جدا. اه محتاج. عندنا كوادر. اه عندنا كوادر. بس محتاج ايه. محتاج قيادة حزمة. تصويب. عقاب. بما اننا نتكلم على الحكام. فممكن جدا اللي هي فكرة اللي هو. حضراتكو طرحتوها بلكده.